رحتلو ليلتها؟ رحتلو متناوى على الشر؟ عمري ما كنت تناوى على الشر عمري ولا كان في بالي حصل اللي حصل أصلاً عشان فعل الكلام ده خالص يا دكتور علش يعني رعينا عشان ما رعينا عايزة وليد لا فلوس عندك كتير بص ادينا اي حاجة تحت الحساب يعني ممكن تدفع خمسين وتقصت المتين للفضلين بعدين يعني انت مش فارق معاك عمال تصرف الفلوس على السوشيال ميديا ضد اللي تسوع ولي ما تسوعش وليد تكلم في اللي يخصك وفي الآخر انت بضعتك دي خربانة أفندم زي ما بقولك كده أكتر من نص بضعتك في مخازني خربانة رغم انك مدفعني عشرين في المية زيادة على اساس انها ماتيري الأنضف بها أنضف سوء تخزين من عندك أنا مالي بقولك يا وليد أنا عدتلك كتير قبل كده عشان وقفتك معايا لما أخوك رفع علي قضائيا بس الحد هنا كده وكفائي وبعد أنت عارف السوق بوحش عيوية علينا كلنا صعب علينا كلنا أنا متأكل على الفلوس ولا إيه؟ أنا؟ لا طبعا الخمسين ألف اللي أنت طلبتوه اتخدو بس على سنتين فكرني عايي لحبل وبريالة بقى عصامة سيار لا ولا أحبل ولا بريالة وده آخر كلام عندي كلامك بعد كده مع المحاسب والمحامد الله سماء ما يحصل يا عصام هتعمل إيه يعني؟ أنا هقولك أعمل إيه؟ انت تجننت إيه اللي تجننت؟ انت عيس ناخد علي الفلوس هاخد فلوس يعني أخد علي عصام فاهم أنا مش باهم؟ ولا أطلع برا ألم أطلع برا إيه؟ أنا هوريك أعمل إيه؟ يعني تصورت وانت داخل وخيرك؟ لا يوجد أي دليل يقولوني دخلت وخرجت لا يوجد أي دليل يقولوني دخلت وخرجت عشان الساعة اللي تتمسحت من تسجيلات المرأة بتعرف إيه أنت تتعامل مع الحاجات بي طول عمرك شاطر لما تعوز تبقى شاطر موسيقى 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 اشتركوا في القناة سكينة مجهولة في مسرح الجريمة حتش عارف دي بتاعت مين ولا جاعت منين رضو كانت المتعمل مسالية في القضية دي عندها الدافع سلح الجريمة نصورها وهي دخلة وخرجها بعد ما اتمسحت ساعة كاملة من التسجيل السلح اللي عملت كل ده في نفسي هو انا اللي رجعت المحامة اللي كان بعيد عن الناس وعن الشغل عشان يترفع عنا وانا برضو اللي رجعت المحامة اللي طلعها عقلة وطلع كل اللي اسمه جنين ما صعبتش عليك وهي محبوسة ظلم في قريمة مرتكبتهاش اخد حكمة الشرع من واحد من سوق متمرمط اللي يصعب عليك يفقرك انت عارف انت مشكلتك معي يا لطفي مشكلت اني بحبك والله العظيم بحبك عشان بحبك سعبت علي اول ما شفت نظرة الشغف في عينيك انك نفسك تطلعها براقة قلت خلاص يا وليد مش مشكلة ماشي الامور يعني واول ما شفت القادر بيجمع ما بينكو في حاج مجاتش في بالي مجاتش في بالي مجاتش في حساباتي اصلا قلت برضو مش مشكلة يا وليد ده لطفي اول قلطاف استهل 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 فرصة تانية بعد اللي شافه مع امراضي شفت انا بحبكات ده يا لطفي فقررت تحط حد مكانها في الحبس بيلاقوا عنده سلاحة جريمة ورا انت علي طب لو مش ردو اللي عملتها ممكن يكون جزاء لا ما ظنش العبد اللي اللي بيقول لك هو وعلى رهاني عام اسلامة متراين مع الوطفي انه جز ردو ايدك عران وينجز يا بو القلطاف وحضرتك بتيرى الجيب ولي مكسدت الرهان انت المجهول اللي بلغ ان سلاحة جريمة موجود عنده في المعمل ملهوبة مش كده عايز اعمل صورة دم كاملة لو سبحان ممكن الاسم يبكامل حسن سمير عشوف مستاذ عبغاني مش شف ان شو الله ضم كده مالش مستاذ عبغاني بس ممكن حاجة بسكر عشان حسن ملاخ مرافو يا وليد ما كنتش فاكر ان تفكيرك الإجرامي وصلك للدرجة دي من الاحترافية شهادة تاز بيا من اخوي ابو القانون المتودك بس الكلام ده حصري يعني لك انت وبس قدام الحكومة ابيض ابيض يا ورد وصاخ سليم وليت على فكرة اللي حصل ده دفاع شرق عن النفس مفيش سبق إصرار وترصد كمان مفيش شهود يعني اعترافك هيحسبلك كتير سبع سنين قتل خطأ يا لطفي سبع سنين يا مين يعيش هو العمر فيه كم سبع سنين يا أخوي عشان تقولها بالسولة دي وصد روح إنسان احسبها انت يا ابن السوق يا متمرمط في الشارع اتجزيش اتجزيش يا لطفي خصوصا في وجود ردوة هاني ما اتجزيش قاسها من بالله يا لطفي أنا حاولت أخرجها منها بس أحمل إيه هي اللي أصبها كده حظها ليه سود معايا كده عشان خطر والله العظيم ربنا هيعوضك بالله حسن منها وهيرزقك بأحسن منها هسمع منهم وليد انت لو ما سلمتش نفسك أنا اللي حسلمك بإيدي انت عرفني كويس عرفني وعرفني أنا عملها هنكر هنكر يا لطفي وهول ما حصلش وانت بقى قابل قانون وفاهم حط الأدلة اللي ضدي قصاد الأدلة اللي ضدي رضوة وشوف مين فينا هيكسب ها هنكر إنك هتبقى واطي هتبقى واطي يا أخوة هتقول للناس إيه ها سلمت أخوك عشان يتحبس ولا يتشنق عشان واحدة ست ما تزيفش الحقيق ده أنا أخوة يا قاتل انت مش هتتكلم مش هتتكلم واللطفي صح